الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الذاكرين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله إخوان الكرام حياكم الله أخوات الكريمات وما حلقة متجددة برنامجكم أمور حياتنا أتعرف فيها على ما يؤنس الفؤاد ويطرب القلب وتسعد به النفس نتعرف على جوانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى نقيس بها في حياتنا فنسعد في الدارين في الدنيا والآخرة تعالوا بنا أحبة الكرام إلى ما جاء من تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أقاربه والأقارب كما تعلمون هم أولى الناس بالرحمة والصلى والبر والأقربون أولى بالمعروف وكما قال جل وعلا وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض ولهذا كان صلى الله عليه وسلم متميزا في تعامله مع أقاربه من هم أقاربه نتعرف على بعض أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أو على أهم ما جاءت به كتب السير من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كثير لكن من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم منهم أربعة أربعة أعمام للنبي صلى الله عليه وسلم أدركهم وعاش معهم اثنان أسلم والأول هو العباس وحمزة رضي الله عنهما هما من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم ممن أسلم وأما العم الثالث والرابع وهما اللذان لم يسلم فالأول أبو طالب وقد كان له الموقف الحسن من الإسلام وكان له يعني دفاع عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لكن حكمة الله جل وعلا اقتضت ولم يبادر هو لأن يدخل في دين الله فأنزل الله جل وعلا إنك لا تهدي من أحببت إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي ولكن الله يهدي من يشاء وكان حريصا صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه أبي طالب لكنه لم يسلم العم الرابع وهو أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم لكنه كان أشد الناس إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللإسلام حتى نزلت فيه سورة في كتاب الله قال الله جل وعلا تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأة حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد هؤلاء هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم اثنان أسلم وآمن ونصر دين الله تبارك وتعالى وانتصر بهم الدين واثنان لم يسلم لكن أحدهما كان له موقف إيجابي في الدفاع عن نبي صلى الله عليه وسلم وهو أبو طالب والثاني كان له موقف عدائي للإسلام والمسلمين حتى إنه رد على ابن أخيه النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعلن رسالته وبيّن لقومه إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد ماذا قال له قال تبا لك سائر اليوم هل دعوتنا إلا لذلك يعني ما دعوتنا إلا لهذا الدين فلما أنكر على النبي صلى الله عليه وسلم الحق ولما رد الحق بالباطل الذي جاء به جعل الله جل وعلا قصته ثابتة في كتاب الله تتلى لبيان عظم فعله الذي قام به تبتدأ بلهب وتب فاصل نسير ونواصل بتيسير القدر حياكم الله أخوات الكرام حياكم الله أخوات الكريمات ما زلنا مع هذه القرابات لنبي صلى الله عليه وسلم نتعرف عليها ثم نتعرف على كيفية تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أقاربه بداية عرفنا أعمامه وهم كثير لكن أربعة منهم هم الذين أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم وله عمات له من العمات ست وهن صفية أم الزبير بن العوام رضي الله عنه وعاتكة وأروى وأميمة وبره وأم حكيم وأسلم ثابتا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أسلم منهن صفية وصفية التي هي أم الزبير وكان له الموقف العظيم في تربية الزبير رضي الله عنه وأرضاه واختلف اختلف العلماء في إسلام عاتكة وأروى هل أسلمنا أم لا ثم نذكر ما جاء في أرحاء قارب النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كثير من أبناء عمه وأبناء عماته وأبنات عمه وأبنات عماته وكان له صلى الله عليه وسلم أخوة من الرضاعة وكان حمزة رضي الله عنه عمه وفي نفس وقت أخوه من الرضاعة وكذلك أبو سلمة ابن عبد الأسد أبو سلمة كان أخا النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة وكذلك أبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه وكذلك عبد الله ابن الحارث والشيماء بنت الحارث وأنيسة بنت الحارث هؤلاء إخوانه وأخواته من الرضاعة وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بأقاربه خيرا يوصي بأهل بيته خيرا وأشهر حديث أشهر حديث في هذا المقام حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره زيد من الأرقم قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتي يا رسول ربي فأجيب يعني أذهب وأغادر هذه الدنيا فأوصيكم بعد أن قال وأنا تاركم فيكم ثقلي بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يذكر بأمرين الأول قال أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فمن استمسك به وأخذ به كان على الهدى ومن أخطأه ضل القرآن دليل الهداية قال الأمر الثاني وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي وهذا من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن تعامله مع أقاربه أن أوصى بهم خيرا بهذا القدر نكتفي ونعدكم بحلقة قادمة بإذن الله إلى ذلكم الحين نستدعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته